اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم النص التاني اتأخرنا عليكم خمال دقايق النهاردة بنعتذر لكم جدا ولكن جايين لكم النهاردة بحلقة مهمة جدا 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 وزي ما اتفقنا احنا جايين برسالة سلام للبيوت المصرية وجايين بنتكلم النهاردة على نقطة من النقط اللي بتشعل للدنيا في البيوت المصرية قبل ما اقولكم هنتكلم عن ايه النهاردة اسمحولي ارحب بالنجمتين اللي بنورونا في الستوديو تيمنوا فإن في اليمي بركة النجمة الجميلة المستمرة معنا لحلقة السادسة في بنامج النص التاني ذات الابتسامة الجميلة الاخت العزيزة المتميزة جهان علي اهلا ميك يا جهان اهلا ميك يا محمد اقول للناس هنتكلم في ايه النهاردة ولا اجل شوية اميش اجلها شوية اجلها لما نقدم الامر ده اللي بنورنا ازاك يا نور في اول حلقة ليكي ونور يعني معدة ومقدمة برامج في الراديو وفي الراديو اونلاين ويعني عندها خبرة كويسة في مجال الازاعي ولكن يعتبر اول تجربة لها في مجال التقديمي التلفزيوني وانا سعيد جدا ان التجربة دي معينا هنا ببنامج تأملات انسانية على الهواء مباشرة في قناة الصحة والجمال في برنامج النص التاني اهلا بيك اهلا بيك انا من نور الدنيا كلها ليس بود وليس يعني مانع ان احنا نبدأ دلوقتي نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة اغار عليك من العين حين تراكي اغار عليك من العين حين تراكي ومن بعض بعضي ومن كل شيء غيرك حين يراكي الكلمات دي انا كتبتها من سنين ومش فاكر كتبتها في مين بصراحة ولكن احنا هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن الغيرة عنوان الحلقة النهاردة الغيرة بين ادم وحواء واسمحولك ده حلقتين عن نجمة جميلة جهان علي زي ما هنتكلم النهاردة عن الغيرة هي الغيرة نوعين الغيرة فيه غيرة حب وفيه غيرة حجد وغل طبعا احنا ملناش دعوة خالص بالحجد والغل خلينا في الغيرة بتاعة الحب يمكن الكلام اللي احنا هنتكلمه النهاردة عن كل يعني علماء النفس احنا هنتكلم كلام يعني اللي قالوه علماء النفس كلهم واتفقوا عليه ممكن عايزة استعرض لك النهاردة احنا هنتكلم عن ايه هي الغيرة ايه هي العلامات اللي بتدل على الغيرة وايه هي اسبابها وايه في الاخر يعني ازاي الواحد لو عنده الغيرة ازاي يحلها الغيرة دي بتبقى بص اقول لك ايه اللي ما بيغرش ما بيحبش على طول كده الغيرة دي لابد منها بس الفلفل والشطة اه في قدر المعقول طبعا يعني هي علاقة الغيرة بتبقى يعني حاجات من لوازم الحب اه زي اقول لك زي علاقة المية بالزرع لو كتر المية على الزرع بيموت ولو الدناية الزرع مية بقدر كافي بيكبر وبيعيش ده بس ضبط بالنسبة الغيرة للحب برضو لو بقدر المعقول بتكبر وبتعيش يمكن شكسبير ليه مقولة عن الغيرة سأل الغيرة انا كتبه الوحش الاخدر العينين الوحش الاخدر العينين قال له ليه يعني ليه شبهتها بالوحش قال له ان لما بيمتلك الواحد تمتلكه الغيرة وبيبقى عنده حب التملك بيتقلب لوحش واخدر العينين اللي هو اصلا محب بيعبر عن الحب يعني هو من رغم اللي هو محب لكن بيتقلب بقدر تقتل للوحش ويمكن كمان معظم الاختلافات والخناقات الزوجية دي بتبقى معظمها بالغيرة ومش الخناقات الزوجية برضو ما بين الصحاب على فكرة وما بين الاخوات احنا قلنا الغيرة نوعين بقى في غيرة بين المحبين بين رجل مراته بين ست وجوزها وغيرة بين الصحاب بين ابن عمك بين بنت خالتك بين زملتك في الشغل ما عشان نبقى متفكين الغيرة دي بتتولد في جوه الانسان بحبه وتملكه للشخص اللي قدامه من كتر ما هو حسس لهو بتاعه انا يعني ده بتاعي انا فبيبقى عايزي سيطر عليه بكرر ترحيلي بالجميلة نور الستيني اهلا بيك يا نور ونبدأ كلامنا عن الغيرة معاك الغيرة دي اساسا هي عبارة عن ايه الغيرة هو عبارة عن شعور طبيعي جدا الشعور ده بينتك عن طريق الحب يعني انا بحب الشخص اللي قدامي فبالتالي بقدر اغير عليه بقدر ان هو لأ انت بتاعي انا بقدر زي ما حضرتك قلتي اللي هو التسيطر والتملك تمام حب السيطرة والإمتلاك السيطرة والامتلاج يعني مثلا الحياة الذوجية ما بين الرجل والست لو انا مثلا بحبها فبالتالي بقدر ان انا جير عليها لو ما فيش حب ما بينا مش هارف ان انا جير عليها وigrade فرض عليك انك تغير عليها لا يدخل الجنة دايوس الذي لاه غار على عرضه Falcon Creative على مراتك وعلى زوجتك وعلى أختك وعلى مالتك أيوه طبعا فطبعاً ده شعور طبيعي جداً متاح إن هو يبقى موجود ولازم يكون موجود ولو أساساً ما كانش موجود ما بين الزوج والزوجته يبقى في حاجة غلط آه يبقى في حاجة كده موجودة في النص لازم ينتبهوا اللي هنا فيه شيء غلط فيه مشكلة أو فيه حاجة مش طبيعية ولازم المشكلة ده تتحل ما هو أنا ما بحبش أنا بحبك يبقى خلاص هجير عليكي أنا ما بحبكيش بالتالي مش هبدأ أن أنا أجير عليك يعني طب تفتكري يا نور عدم الغيرة ده بيبقى نبع عن إيه يمكن يعني مثلاً ثقة زيادة قوي في النفس ثقة زيادة ممكن يكون آه ممكن يبقى هيكون ثقة زيادة في النفس أنا مستحيل حد يعني أو لا مبالاة أو يكون الشخص عنده لا مبالاة وحطة اللا مبالاة دي أنا بتوقف عندها وبأكدلك بأكدلك بأكدلك لو زوجك لو حبيبك لو أخوكي لو أبوكي لو حتى ابنك بيغير عليكي وغيرته زايدة بس مش هسهس ومراضية مش فوبيا لو بيغير عليكي تأكد وفقي مليون في المية أنه بيحبك إنما بقى هو لو إيه مطنش مكبر دماغه مش مهتم بيكي ما بيغيرش عليكي بتتأخري ما بيقلقش بتخرجي ما بيسألكيش رايحة فين وجاية منين بتكلمي شاب غريب أول مرة يسمع اسمه وما سألكيش مين ده يبقى في حاجة غلط يبقى هو كده مكبر دماغه منه يبقى بيع قضيتك ورماتوبتك من الآخر فكل ما جوزك يغير عليكي أكتر كل ما حبيبك كل ما أخوكي كل ما زوجك كل ما ابنك كل ما أبوك يغير عليكي أكتر ده معناه إنه بيحبك أكتر وأكتر وأكتر إيه جهان عايزة تكلمينا بقى على العلامات التي تدل على الغيرة فيه علامات بتبقى بتدل على الغيرة يمكن علماء النفس يعني قالوا فيه علامات للمرأة وفيه علامات للرجل ورجعوا بعد كده غيروا رأيهم قالوا لأ هم اللي اتنين بيتطفقوا في صفات واحدة وهي الصفات دي هم ممكن ثلاث صفات يعني الثلاثة اللي اتنين يعني متطفقين مع بعض يعني أول حاجة حب التملك زي ما قلنا في الأول حب التملك طول ما الحب التملك والسيطرة ميسك فيها خلاص وحسيت الشخص اللي قدامي ده ده بتاعي أنا هبتدي فعلا أغير من هنا الشخص ينتبه إنه فعلا اللي قدامي ده هيبتدي يغير هيبتدي يعمل لقلق لازم يعني إيه أحجمه شوية بيبقى بيتصف برضو بالغضب بيبقى دايما غضوب دايما حاسس وجهة نظره هي اللي صح مهما ديت له أعذار أو مبررات أو أي شيء من يعني الموقف اللي حصل ده هو في دماغه تفكير معين يعني سيناريو حطه في دماغه ماشي عليه حتى لو هو ما حصلش قدامه لا هو السيناريو ده حيمشي عليه حتى لو اتنفى لا أنا ماشي عليه هو ده المفروض اللي حصل وبيبقى دايما بيكدب اللي قدامه تالت حاجة تالتة والربعة دول زي بعض الشك وعدم الثقة بالنفس بيبقى دايما الإنسان الغيور عنده حالة شك رهيبة دا من علامات الغيرة دا يمكن بقى الشك الزي ده يعتبر بقى غيره وعدم الثقة بالنفس يعني حاسس دايماً اللي هو مثلاً الشخص اللي قدامه لا ما بيحبنيش بقدر كيف اللي أنا بحبه وبيبقى عنده حتة تلسكة بقى بالنفس دي هي اللي عامل له العقدة يعني تلاقي دايماً ناساً الغيورة قوي يعني حتى احنا قلنا ما بين الصحاب يعني تلاقي مثلاً يعني تبقى حصل لنا بين البنات قوي يعني زي ايه انت تعطي صاحبتي انا ما تروحيش مثلاً لواحدة تغير عليها لو واحدة تتالي الصحبت عليها تقولك هتاخد صاحبتي مني فتفكرها ان صاحبتي دي ما بتحبينيه زي ما انا بحبها يعني عايزة طول ما هي بتحبها يبقى ما متكلمش واحدة غيرانة عليها غيرانة عليها بتحوط عليها كده زي ما بيقول طب ايه تاني علامات بتدل على الغيرة يا نور علاماتها مثلاً زي ما لوسيا جهان قالت حب السيطرة يعني مثلاً ممكن انا زوجة لرجل الرجل ده بيحب هو اصلاً عنده حب السيطرة يعني اللي هو انتي انتي بتاتي انا ممكن يغير عليها على فكرة من أخوها بتوصل بتوصل لكده بيغير عليها من صحابها يعني ما بيلاقيها من صاحبة بنت قوي قوي بيلاقاها بيغير عليها منها واحياناً الرجل بيغير على الست من ابنها من ابنها يعني يحضضها معي بسها بسها بتاعي اه لا لا انتي مهتمية بمن ساتم خلتتي انت مهتمين هي الاهتمام كله فانت سايباني طرقاني اسباب الغيرة اسباب الغيرة السبب هي برضه استيطرة حب التملك ممكن يكون واحد افقار غلط مثلا من الاشخاص المحوطة به فبالتالي بقدر انه هو التساهمها كده ازاي مش عارف ايه خبارات مغلوطة خبرات مغلوطة خبرات ايوه ده هي مثلا ما بتخرج ده ممكن تكلم حد تتعمل حد فطبعا باخد خبرات يعتبر مغلوطة خالص جدا سبب من اسباب الغيرة حب التملك اللي هو انت لي انا الوحدي لا صحاب زيادة عني لازم لا اصدقاء زيادة عني لازم لا هي بوقتها هي بوقتها بمجهودها انت لي انا فانت بتاعتي انت ملكي فده ببعنده حب السيطرة وحب الامتلات طول ما وصل للمرحلة اللي هو بيغرب من اهتمامها لابنه يعني بالتأكيد اه بالتأكيد او او لاخوها يعني لو هي مهتمية باخوها زيادة عني لازم تلاقيه عمال اللي هو على فكرة ده اخوكي لا ما ما تقعديش معاه لا ما مثلا ما تسلميش عليه وتبوسيه مثلا لما ييجي او ما عرفش ايه ده ببقى حب تملك اللي هو انت بتاعتي انت بتاعك انا الواحد هي مهتمية بشخص غيره بيبقى خلاص بيبقى خلاص دي حاجة حاجة تانية ان هي في الوقت ده بيبتأ بقى الخلافات اللي ما بين الراجل والست بالنقطة دي بالزاد دي اول نقطة ليه حب الانتلاك والسيطرة ليه حرية انتلاك والسيطرة وحينه في بعض الاشخاص بي عندهم اضطرابات نفسية يعني هو مش متاجر في شخص بيبقى عنده اضطرابات نفسية وفيه شخص بيبقى عنده نقص يعني بيبقى فيه نقص في شخصيته فبالتالي بيقدر يعوض النقص ده ازاي اللي هو بيطلع زي ما بيقوله كده الضرباته النفسية على الشخص اللي هي اللي معاي اللي هو انا زوجتك او انا اختك كمان مش شرط الزوجة فبيطلع الضرباته النفسية عليها طيب تفتكري ايه نقدر نسيطر على الغيرةigent ازاي او نحتويها او كما اللي هو الممكن نقرب من الشخص اللي احنا они toad on name يجيب عليها قوي ابدأ ايه ادلعه شوية اهتم بي اه مش مش يعني مش غلط ان اهتم بابني او باخويا بس لوانا عرفة انزوجي انه هو مثلا بيغير او غيور زيادة عن اللازم أحاول قدامه اللي بقى فيه محايدة في المعاملة فيه محايدة في المعاملة في الحدود فيه محايدة في المعاملة وفكر كمان أننا ما فكرش في الماضي وقعد أقلب الزكريات والمشاكل على طول دي أعتكر برضو من الحاجات المهمة اللي احنا نراعيها أيوة طبعا هو لازم لأن أنت كل ما بتفتكر الماضي فبالتالي هتفتكري ده كان بيعمل وكان بيسوي وكان بيحسر وعدل بيساقة الزن وعدل تقف نفسها برضو الغيرة عشان ما حدش برضو يفهمنا غلط أن هي كلها مساوئ وكلها عيوب هو ربنا حسن عليها والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لا أحد أغير من الله عز وجل أغير من الله عز وجل علينا يعني أكتر حد بيغير علينا وبيحبنا هو ربنا سبحانه وتعالى صح؟ بالتالي بقى اللي بيحصل أصلا أنت لما بنيجي نقع في قرب أو في أزمة بالتالي بنقول يا رب ممكن يكون ربنا موقعنا في الحاجة دي عشان هو عايز نرجع له عايز أن احنا نقرب منه زيادة فبالتالي بقدر أنه يعني لما بتكون صفة يعني في حدود المعقول بتبقى صفة كويسة زي القرم مثلا لو الإنسان كريم ده بيبقى إنسان كده بيتصف من صفات إيه ربنا عز وجل فلو كان هو عنده صفة الغيرة المعتدلة والكرم لو زادت عن اللزوم برضو يبقى تبزير فبرضو زي الغيرة برضو لو زادت عن اللزوم أيوة بتقلب بشك بتقلب بإساءة ظن تقلب بكلام منه طيب وأحد برضو الحاجات اللي إحنا ضروري نتعامل بحكمة في الغيرة أحد الحاجات اللي اتخليك تتعامل بحكمة نكون عندك ثقة في نفسك مش جي بقى مثلا المكواجي خبط بيديك الحاجة ولا كشف النور ولا بيحصل في فتورة الكهرباء أنت كلمتي ليه؟ أنت فتحتي ليه؟ أنت عملتي لا لازم بقى عندك ثقة في نفسك أسف الآخر يعني يعني مراتك مش هتنحدر للمستوى ده وتروح تصاحب المكواجي أو تروح تصاحب كشف النور بيبقى صغير هو ده بيبقى مرض هو ده بيبقى مرض بس إحنا مانش دعوة بيه إحنا دلوقتي بنتكلم على الموقف اللي هو الإيجابي مش السلبي تمام؟ فالموقف الإيجابي دي أنا فعلا لو أولا إحنا مش عايزين يوصل لمحنة المرض إحنا مش عايزين نوصل طبعا يعني إحنا برضو يعني إحنا يعني إحنا لنا تنمر أو لنسيء لحد ولكن ما احترامنا لمهنة المكواجي وما احترامنا لأي مهنة وما احترامنا بس أنا بتكلم إن مش واحد خبط على بابك وجايد ديك حاجة مش من مرة واحدة هتعمل معاه علاقة يعني إلا بقى لو مصاحبة بقى كل الناس اللي بتيجي هتخبط على الباب يعني بتوع التحكي معاهم وكده ما هو فعلا دي حقيقة فضروري طب إحنا كنا عايزين نتكلم عن الغيرة بشكل أوسع بس إيه رأيك يا جهان؟ خلينا نتكلم المرة دي عن الغيرة بين الراجل والمرأة الغيرة العاطفية ونخلي حلقة تانية عن الغيرة من ونحن قولن الغيرة على حد? أو من حد؟ فاحنا نتكلم النهاردة الغيرة على حد على زوجتك、 على بنتك على أختك، على أمك على ربتك، على زميلتك في الشغل هي أكتر غيرة اللي بتسبب المشاكل هي الغيرة الزوجية يمكن مقدور عليها الغيرة ما بين الصحاب ما بين الإخوات كل ده مقدور عليه لكن الغيرة الزوجية هي دي بقى اللي هي بتبقى عارف هيى أساس المشكلة بتبقى هي اللي بتبقى يعني بيبقى في مشاكل كتير وهم مش دريانين اللي هي من وراها السبب الغيرة يعني اتأخرت ليه كنت فين أو كنت مع مين الحاجات دي كلها بتخنق الزوجة وبرضو نفس الكلام لو هي خنقته في الأسئلة كنت مع مين النهاردة رحت فين جيت منين الحاجات دي كلها بجد محمد بتخنق يعني مرة في مرة يعني هو هيسيب مرة في التانية بس مش كل مرة بقى دي ايوة بتبقى حاجات سلبية يعني هي أحسن حاجة اللي عنده الصفة دي يتعالج منها بزيالة أول حاجة يبقى عنده حصن الظن يعني لو هو والله مشينا على كلام ربنا يعني نحسن الظن بالناس هتلاقي فيه روحة نفسية التمس لأخيك سبعين عزرا مركز مع اللي قدامي أولا ده بيجي على فكرة برضو من الفضاء أوقات اللي انت بمركز مع اللي قدامك زيادة عن اللزوم مركز في تفاصيل صغيرة أول واحد لو ركز مع نفسه ده يعني هيبقى حكا حسن يمكن من الحاجات اللي نقدر نتعامل فيها مع الغيرة حيث ان انا استمتع بحياتي ان انا اخرج مراتي نتفسح بتاع فبيضوب التلج اللي بيننا ايوة طبعا وبيغير في نفسيتها كتير جدا يعني انت لما بتخرجها وبتوعد وتتكلم معاها انت بالتالي بتقرب لها وهي بتقرب لك تمام فبيحصل يعتبر الغيرة نوعا ما بتنحد شوية فميبقاش فيه غيرة زيادة عن اللازم وبرطو لازم هي ببقى عليها عامل عامل كبير جدا ان هي دائما تديله ثقة ثقة في نفسه يعني تديله ثقة في نفسه اللي هو لأ انت مثلا انت حبيبي انت روحي انت قلب انت عمري انت دنيتي لا استحالة لا كذا اه كل واحد ابني وليه معزة خاصة جوايا مثلا اخويا ليه معزة خاصة جوايا لكن انت في الاخر انت يعتبر بكل دون فلازم تديله ثقة بردو لان هي لو اداتله ثقة يعتبر دي حاجة هو ذات نفسه هياخد الثقة منها فخلاص هي كده خلاص وكمال لازم يبدأ بنفسه ان يشيل من دماغه كل الافطار الوهمية استناليهات اللي هو حطتها في دماغه دي ايه ولما هتيجي تخرج هيحصل كذا وهتقابل فلان وهتسلم عليه الشيطان بيلعب في دماغه بقى هي برضو نفس الحاجة زمانه دلوقتي سبيلي بقى الطلعة دي بقى سبيلي الطلعة دي يا جماعة ستتنا المصريات نوع من اثنين يا اما واحدة وثقة جدا 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 في زوجها فسيباء براحته خالص وبرضو حراسي شوية عشان ممكن يلعب بديله فمن مرة للتانية كده لازم تنكشي وراه بس بالراحة على الهدوة كده ونوع تاني عندها هسهس عندها فوبيا عمالة تنكش وراه ده بيقولك من اراد عيبا وجده لو قاعدت تدوري على عيب وتدوري على مشكلة وتدوري على حاجة هتلاقيها فالنوع التاني ده اللي عنده غيرة بيهوس ده بقى الكارثة ده ممكن يحول حياتك لجحين فانا بتكلم عن المرأة وبتكلم عنك مش بانتقدك ولا بهجمك لا ده انا بتكلم عنك لان انا عايز السلام يحل في البيوت المصرية ارجوكي 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 غيري على زوجك بس غيري بعقل غيري بحكمة انت ممكن تليبي وشك بس كده وتبين ان انت مكشرة ومتدايقة لو موقف حصل من غير ما تقعدي تضغطي عليه وترخمي عليه وتتخنقي معاه انما فيه ستات عندها هسهس كل شوية ماس كومبايل جوزها تعال هنا المسينجر عليه ايه والواتساب عليه ايه والفيسبوك عليه ايه وفلانا عملتلك لف عالكومنت ده وفلانا عملتلك لا مش هينفع كده وخصوصا لو موزيع زي كده وعنده فانز كتير هيحصل كوانس زوجية لو حصل كده فانا بتكلمك والله وبقولك يعني الموضوع ده لان انا حريص عليك وحريص على السلام في البيت وحريص على السلام في البيت وتحاول اللي هي متسمعش كلام اي حد ايه انا نصيحة على فكرة النصيح الزوجية دي هي اللي بتوديهم في دهيا تمام خلي بالك من جوزك احسن كل الكلام ده بيجيب لها يوسوسوا في دماغك ده انا بسميه توطر وهني انت وهم نفسك ان هو بيكلم اللي هو مصاحب اللي هي السيناريوهات والتوقعات المغلوطة والغير معك يعني المفروض بجد هي لو صدت الباب وقفلته من اول حد يكلمها ايه صدقني بقى خيضة خلاص هي ريحت نفسها عايزين نختم بقى الحلقة معك يا نور عايزين كده تقول لنا حاجة عن الغير اخر خاطر اتقوليها اه لا هي برضو ماشي مفيش مشكلة ان هي تقفل الباب والدنيا تمام بس هو برضو عليه عامل اساسي كبير جدا ممكن فيه يعني رجالة او شخصيات بتاعد مع اصحابها على الاهوة او في اي مكان في الشغل او بيحصل اي حاجة فباخد خبرات اصلا غلط يعني انت مثلا حصل موقف مع واحد زميله او حاجة فقاعد معاه بحكي معاه في الحاجة اللي حصلت فبيقولي والله مثلا حصل كذا 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 والحاجة دي سلبية فبالتالي هو باخد فكرة عنها ان هي سلبية فبيحاول يروح البيت ان هو يبدأ يشوق يشوقس ويركز على الحاجة يركز على الحاجة دي يعني مثلا هلازم يتعامل بزكاء هنا بقى يعني لا مع الفكرة كان كلامي زي ما هي بتتقفل الباب هو كمان يعني على الفكرة كلامي ووجه للتنين هو فعلا المفروض زي ما هي بتقفل الباب هو كمان يقفل الباب لاي كلام يتقلو ايه يبقى من الطرفين سواء من الطرف ده او من هنا يعني ما تتخيلوش اكت سعيد قدي ايه بالحلقة دي وفي نهاية الحلقة انا يعني بحي وبحني الشاعر الجميل عمر عطى على برنامج الجديد برنامج حكايات شاعر مع عمر عطى هيبدأ بعد برنامجنا على طول كل التوفيق وكل الامنيات الطيبة بالتوفيق والنجاح يا عمر ان شاء الله يبقى برنامج موفق ويجي معاك ضيوف قيمين باذن الله الحلقة دي امكان مش معاك ضيف بس من البداية تم الحلقة الجان ان شاء الله يبقى معا ضيوف من رجال المجتمع وشخصيات مثقفة وقضباء وشعراء وفنانين وفي نهاية الحلقة في نهاية الحلقة دي من برنامج النص التاني بتوجه بعميق الشكر اللي مدير اعداد البرنامج الدكتورة راشا علي الشخصية القيمة الخلوقة المهزبة المثقفة اللي لو قعدت احكي عنها هتحتاج ساعات وساعات عشان هو فيها حقها وبرده مش هو فيها حقها مرسي جدا يا رشا مرسي رشا علي مديرة إعداد برنامج النص التاني ومدير إعداد برنامج تأملات إنسانية ومدير إعداد برنامج ضربة حظ يعني بكرر شكري ليك للمرة التانية وإن شاء الله تبقى تجربة موفقة معنا ونفضل مستمرين مع بعض على طول ومازلنا بنتكلم في النص التاني تحت عنوان رسالة سلام للبيوت المصرية وتكلمنا النهاردة عن الغيرة على اللي بيغير على حد المرة الجاية إن شاء الله نغيركم نكلمكم عن الغيرة من الغيرة اللي بيغير من حد حد في الشغل أو أحد غيران من أخوه غيران من زميل ومن ابن خاله غيران من أختاه وكذا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده ونبدي فرصة للبرنامج اللي بعدين وفي نهاية حلقتي بتوجه بالشكر للزاملتين اللي منوارينا في الستوديو زميلة العزيزة جيهان علي والزميلة العزيزة نور الستيني وانتظرونا في حلقة قادمة من برنامجكم النص التاني